في خبر جديد النهاردة أن ألقت أجهيس الأمن في تركيا منزقالين القبض على الفنان الهارب هشام عبدالله مقدم البرامج بقناة الشرق بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على أوراق إقامة وبعد الكشف عن عبدالله من جانب أجهيس الأمن في تركيا تبين أنه مطلوب من الانتربول بسبب وضع على قوائم الإرهاب في أكثر من دولة عربية ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى القاهرة وطبعا كان معتاد بقى السوشيال ميديا وزوجته بتحدده وبتقول أنا مش عارفة هعمل إيه وطبعا إحنا أي خبر بيطلع بيبقى السوشيال ميديا لها النصيب الأكبر سواء في إضافة بعض البهارات أو في توصيل المعلومات لكن هي المعلومة الحقيقة أن تم ترجمة نانسي قنقر